حرص الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش على التقاط صورة تذكارية جماعية للشباب المتطوع والمنظم لفعاليات قمة المناخ كما منحت السكرترية الأمم المتحدة الشباب المشارك في تنظيم قمة المناخ شهادة التقدير تكريما لهم على دورهم الفاعل في نجاح المؤتمر وتطوع قرابة ألفين شاب شاركوا في تنظيم مؤتمر المناخ كوب 27 والذي استضفته مصر في مدينة السلام شارم الشيخ قومهم الأساسي من الشباب المصري من أعضاء البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وشباب الجامعات والشباب المتطوع من مختلف الوزارات هذا بالإضافة إلى عدد من الشباب المشاركين من مختلف الجنسيات في تنظيم المؤتمر كما تعاون عدد من منظم المؤتمر مع السكرترية الأمم المتحدة في تنظيم الفعاليات الخاصة بالمنطقة الزرقاء